الحبيب الذي بعده يقول أعمل في مجال النقل في الولايات المتحدة ولا يتم الدفع إلا بعد مدة لا تقل عن شهر يتم اللجوء إلى طرف سيثل الدفع خلال 24 ساعة للإنفاق على مصاريف التشغيل وهي تكلفة عالية وهذا الطرف كل ما يفعله هو التحري عن تاريخ العميل المنقل له في الدفع ويطلع على هذه العملية فاكتورينج هو فاتك يا سائلنا العزيز أن تذكر في السؤال أن هذا الرجل يتقاضى منك نسبة مقابل هذا التعجيل فهو يشتري منك هذا الدين بأقل منه أنت بتديله أوراق فيها ألف دلار بيتفع لك 800 فاشترى دينا بأقل منه هذه صورة لا تجوز هذا من قبيل شراء الدين بأقل منه وهي لا تجوز شرعا يا رعاك الله وأسأل الله أن يفتح لك باب حلال آخر يجعلك منه فرجا ومخجا إن شاء الله وأنا على يقين أنك رير حريص لأنك سألت وبحرصك هذا سيفتح الله لك أبواب الحلال إن شاء الله وأسأل الله لك أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وفضله عن من سواه اللهم أمين لا يجوز أن تبيع الدين بأقل منه هذا تسمى في بلادنا خصم الأوراق التجارية تاجر بيبيع بالتقصيد عنده ديون عند الزباين بمليون دولار لكنها كلها مؤجلة فيبيعها إلى بنك يعجل له 800 ألف عشان الدورة يمشي هذا بيع الدين بأقل منه هذا لا يجوز يا رعاك الله والبداء الكثيرة وموجودة إذا صدقت النيات واتجهت الهمم إلى تحكم الشرع وإقامة الدين